تزوج رجل من زوجة على خلق ودين وبها من التقوى ما يجعلها هادئة وتتقبل كل الأمور بقلب راض مطمئن وبعد عام من زواجها رزقت بطفل جميل أسعد قلبها كثيرا إلا أن زوجها تزوج بزوجة أخرى وأخفى زواجه هذا عن زوجته التي يحبها ويقدرها كثيرا وقد علمت الزوجة بزواجه عن طريق الصدفة ولأنها عاقلة وذكية وترضى بما قسم الله لها لم تعترض ولم تغضب بل لم تخبر زوجها بأنها علمت بزواجه وفضلت الصمت وقالت الحمد لله دائما اختيار ربي هو الأفضل لأنني أحبه وأحب كل شيء يقدره ظلت الزوجة التقية الذكية مع زوجها تعامله أحسن معاملة وتهيئ له جو من السعادة لا مثيل له وظلت هكذا لمدة ستة عشر عاما حتى توفي زوجها حزنت الزوجة كثيرا على وفاة زوجها وقد رزقها الله الصبر والثبات على فراقه وظلت تذكر والدموع لا تفريقها محاسن زوجها أمام كل من حضر العزاء خاصة أهله الذين تعجبوا كثيرا لوفائها وحبها لابنهم الذي تزوج عليها بعد عام واحد من زواجه بها وبعد انتهاء أيام العزاء الثلاثة اجتمع أهل زوجها عندها ليخبروها بزواج ابنهم بزوجة أخرى وكلما هموا بفتح الموضوع تراجعوا من الخجل وبسبب متح الزوجة في ابنهم طوال الوقت والزوجة جالسة معهم وتعلم تماما ما يدور بعقولهم وما يريدون قوله لها وبعد فترة بدأ والد الزوج الحديث وقال لزوجة ولده يا بنيتي هناك موضوع أريد أن أفاتحكي فيه وأرجوك أن تتفهميه وتتقبليه دون غضب أو إحداث مشاكل قاطعته الزوجة وقالت له في هدوء لا تقل شيئا يا عمي أعرف أن ولدك قد تزوج بأخرى منذ ستة عشر عاما وقد عرفت من أول يوم لزواجه رد الأب في ذهول وصبرتي كل هذه المدة ولم تخبريه كم أنت تقية قالت الزوجة ليس التقوى فقط هناك أمور تحتاج بجانب التقوى إلى حسن تفكير وذكاء وهذا ما تعملت به مع ابنك فلو أني أخبرته بما علمت وغضبت وحولت حياته معي إلى نكد مستمر كان سيقسم الليالي والمال بيني وبين زوجته الثانية وكلما أغضبته تركني وذهب إليها ولكن عندما استخدمت عقلي جيدا وأخفيت عنه معرفتي بزواجه أصبح عندي كل الليالي ومصروفي لم ينقص شيئا بل وكان يعاملني بحب كبير ورقة زائدة حتى لا أشك فيه وأعلم ما خبأه عني لقد عاش معي ستة عشر عاما بعد زواجه من الأخرى يعاملني كملكة متوجة فماذا كنت أريد أكثر من هذا؟ قال الأب والذهول ما زال على وجهه ووجه كل العائلة ما أروع إيمانك وما أكمل عقلك لقد اطمأننت تماما على أحفادي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب